في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة السنة الجديدة أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة سيد فرانك فالتر شتاين ماير أن المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة مذكراً بدعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب وأدف الرئيس الألماني اهتمن عالياً مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي مبرزاً أنه بفضل التطور الديناميكي لبلدكم أصبح المغرب موقعاً مهماً للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بإفريقيا وفي هذا الصياق وجه الرئيس شتاين ماير دعوة إلى صاحب الجلالة للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا من أجل إرساء شراكة جديدة بين البلدين وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد السيد شتاين ماير في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله أن ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مزداقية من قبل المغرب وأساس جيد لتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي كما ذكر بدعم بلاده منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف وحرص الرئيس الألماني في رسالته إلى جلالة الملك على إبراز الدول المهم للمملكة على المستوى الإقليمي وأكد في هذا الصدد أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وفي هذا الإطار سجل الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي وهو أمر ضروري بالنسبة لبلاد ألمانيا وأمنها وأكد الرئيس الألماني نعتبر أيضا النموذج المغربي لتكوين الآئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف وأخلص في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله إن بلدي وأنا شخصيا ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا موسيقى